تتميز منطقة حلفتي الواقعة في جنوب شرقي تركيا بإنتاج ورود ذات ملمس مخملي ولون داكن ورائحة لا تقاوم إذ تشتهر هذه المنطقة بتربة لها سمات فريدة أبرزها المستوى المناسب لدرجة الحموضة ويتعدروا بحسب الخبراء الحفاظ على لون الوردة المعروفة باسم Karagül بالتركيا في أي مكان آخر ويتمح السكان إلى تحويل Karagül إلى علامة تجارية لأن قطاع الورود في تركيا يشكل مهنة مزدهرة وتستخدم أوراق الورود في تصنيع العطور والحلويات التركية ترجمة نانسي قنقر